موسيقى مساء الخير حلقة جديدة من جدل ضفتنا الكاتبة اللامعة كما عتدتم الأستاذة الصحر الجعارة سايكي هان وضيوفنا الكرام المبارح كانت الأسئلة يعني ضرب نار فالنهاردة برضو في أسئلة بقى يامن المبارح وفي حاجة يعني نفتحها النهاردة مع صحر جاي بأسلحتها معها تفضلي فان هبتدي بداية مش رومانسية إنما أنا هعتبرها ثقة في الله إذا كان من صفات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال عن نفسه إنه الرحمن الرحيم الغفور الذي وسعت رحمته كل شيء ويغفر لمن يشاء كيف نتصور أنه هو طبعا آل كمان إنه عذابه شديد وإنه بيتوعد الظلمين وبيتوعد صحيح وما إلى ذلك في آيات متعددة لكن في النهاية كان الحديث بيقول من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مسقالة زارة من إيمان من إيمان أدخلته الجنة تصور المرعب عن جهنم وما يحدث فيها ونبقى فيها خالدين من يعني مثلا ترك الصلاة إن لم يستتابه ويقتل ويطبأه علينا التعليم المخيفة دي إذا بني آدم ارتكب بزنب صغير في حياته كذب ما هو ده أخذ رشوة ورجع تابه وبقى إنسان كويس في الحياة وإحنا دايما بنحط تصورات خيالية كده للجنة وللنار ففكرة الخلود في جهنم لمن إن كانت موجودة رحمة ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين مؤمنين بكل أشكال الديانات المختلفة أن أنت مؤمن بالتوحيد أنه في إليها عادل من الذي سيخلط في النار وكيف وما هو التصور الزهني لكلمة الخلود يعني لكلمة الخلود في جهنم طبعا ده سؤال إشكالي فضيع وكتير بيتم ونقشته يعني بصي طبعا نحن مسلمون تماما يعني فيه آيات كتير مش كلها بتقول خالدين فيها أبدا على من مات كافرا بكل حاجة مش بس حتى مؤمن بالله بدون أديان وأهل الفقه الإسلامي السني أغلبهم بيقولوا أن مرتكب الكبيرة كمان لو لم يتب هو معهم مخلد في النار مرتكب الكبيرة المسلم طبعا ده وبيضيفوا عليها أن الإصرار على الصغيرة كبيرة كل ده كمان ده دين الفقهاء دين الفقهاء دين الفقهاء ملناش جعب جموع لكن المعتزلة وناس كتير جدا عقلاء قالوا أنه مرتكب الكبير لا يخلت في النار مرتكب كبير لأدنى شيء لو رجعنا فيك المعتزلة بشكل ما هتتقدم الأمم كثيرا المهم بعض الصحابة قالوا بالرأي لأنا هقولك عليه دلوقتي ده لأنه مش رأي جديد أنه في حاجة اسمها تناسب العقوبة يعني أوكي واحد مات كافر مش هقولك بقية كبيرة ولا صغيرة مات كافر تماما وكل حاجة تمام خلاص ولا عمره آمن لحظة وإحنا مؤمنين تماما حسب اللايات ونراحنا طيب الخالدين أبدا دول الأبد ده إيه بالظبط يعني إيه تعريفه لغويا المكوس الدائم الدائم ده اللي هو إيه برضو يعني مثلا 30 مليون سنة بيتعز وإحنا ما عندناش تصور عن الزمن في الحال آخرة يعني هنفترض فنفترض أنه الزمن الأرضي 30 مليون سنة نفترض تعزيب أن ذن بعد كده فيقولك لأ خالدا تاني 200 تريليون سنة 400 طب ليه يعني الأصل أنه فيه تناسف العقوب هو كفر 70 سنة تمام 80 سنة عظيم يتعاقب قدامه مليون سنة تمام حلو 10 أضعاب 200 ده إنما تنبه بعض العقلاء بمزاهب مختلفة يعني مثلا قبل مصالك لأهل السنة أقولك الأنواع التانية بمناسبة أنك سألتين عن المعتزل المعتزلة مثلا وكان رأس الأمر فيهم في الجيل التاني من المعتزلة واحد اسمه أبو الهوذيل فأبو الهوذيل قال هم هيتجمدوا يعني ده فكرته هو عايز يوصل لرحمة وخلاص تناسب للعقوب فقاله هم هيتجمدوا ويصبحوا جمادا لا يشعرون بالحريق أهل النار وتبقى هي شغالة ابن عربي مثلا السوفي العظيم المبجل اللي هم بيكفروا يعني ابن عربي يابه من حاجة تانية خالص فقالي يا جماعة والله كلمة عذاب تأتي على المعنين إنها من عذبة أو استعذبة يعني حب الطعم مياه العذبة فقالي بقى هم في مرحلة الماء من النار هتصير بلفزه هو يعني طبائعهم نارية فما بقاش في يعتادوا عليها فما بقاش في عذاب خلاص فيبقى استعذاب يعني بقيت الدنيا هديرة هو مش حاسب حاجة ودلل عليها بشوية آيات ليها تأويلات يعني وش وجه برضو من الحقائق هو عايز كلهم يوصلوا للمسألة لكن الأوضح كانوا مجموعة من الصحابة اللي تم وقد رأيهم تخيالي حتى الصحابة ممكن يجي الفقهاء يغلقوا على رأيهم لا يعجي خلص هم يعملوا اي حاجة وما عملوا كذلك يقولنا نبرح في الأكبر من الصحابة في الرسول النفس فبعض الصحابة عبد الله بن عمر بن العاص وده منسوب إليه نسبة صحيحة قال لا إن النار تفنى يعني في وقت ما هي اللي تفنى خلاص وتناسب العقوبة يكفي عليك واستشد بآية شهيرة جدا وعظيمة جدا في سورة هود إن ربنا المرأة الوحيدة اللي قال في الجنة خالدين فيها أبدا عطاء غيرا مجزوز يعني ما حدش هيقطع العطاء ده ولما جيككلمة على النار في الآية اللي بعدها على طول قال خالدين فيها أبدا إلا ما شاء ربك يعني فيه إشاءة فوق الخلود يعني اللي أنا عايزه عمله فحتى تلميذ ليه واحد من التابعين اسمه أسحاق بن رهوي قال إن هذه الآية أتت على كل وعيد في القرآن يعني أي وعيد يجي تحتها لأن قال إلا ما شاء ربك يعني إيه موضوع هنا فيه حاجة يقدر نقدر نتخيلها حتى من رحمة ربنا إنه يفيد تناسف لأخير خليني أخرج لسؤال فرعي كده بعيد عن جهنم حاف ووديك الجنة حق يريد إيه رأيك في الجدل المصارف المجتمع دلوقتي حوالين إن الجنة فيها جنس ولا ما فيهاش جنس آه جميل كم ده تصور البشري عن الجنة إنها خمر وغلمان ونساء وتأويلات غريبة لفكرة الغلمان هم أخدم لا هم مش عارف إيه فكرة الحور اللي حيفضلوا يرجعوا كل يوم الصبح عذارة مرة أخرى وأنا مش فهمة يعني إيه الفكرة الدموية في إنه كل ليلا يبقى ما هافت نصبح له عزراء يعني يعني طلع أحد المشايخ قال إنه ما فيش جنس في الجنة وبعدين تردع ليه كله قال لك لا فيه جنس في الجنة وغير جاف الكلام مع ملاحظت مع ملاحظت إنه فكرة الوعد بحور العين دي جزء من تجنيد الشباب في صفو الإرهاب جميل بس هي اللي هم بيتخيلوا الجنة كده هقول لك بص إحنا قبل ما نروح للجنة الجميلة بس أنا قلتلك المسألة ففناء النار عشان السؤال اللي انتي سألتوني أنا من القائم بعد ما قلتلك ده كله أنا من المؤيدين لده أنا النار ستفنى نرجع بقى للجنة الكلام الأحلى بصي تعال فكك بس حاجة زي نجيب من الآخر يعني الشيخ اللي انتي كلامتي عنه ده قال يعني هو كده في نظره إنه هيقفل بابع الجهاديين ومروحوا للجهاد طبعا ده بالنسبة له يعني تفكير يلق به لكن هو في المجال العلمي والأكاديمي طبعا زيروا تفكير وهو هل يجوز إن احنا يعني يبقى تأولنا للنص أو تفسيرنا للنص أو حسب الأهواء وحسب المقتضيات الحالة للأسف ده اللي حصل اللي هو يعني مشاه حسب الظروف للأسف ده اللي حصل على مرر العصور بنفصل الفتاوة طول الوقت وفي كل عصر حسب أهواء الشيخ لا وهو الكلام حتى مالوش أي أدلة في النص إنه مش هيبقى فيه من الأول بقى دي اللي أنا عايزة أعرف إنه فين الدليل القرآني أو من السنة اللي ادينا تخيل بشري نقدر نسحمه ونستوعبه عن الجنة والنار جميل أنت قلت النار النار خلاص إحنا قلنا التناسب للقوضة فمن أين جاءت فكرتنا عن غير طبعا الإسراء والمعراج ونصف أهل النار من النساء والحاجات دي لا أسيبكم يا كلام ده كان قرآن بس ده موضوع تاني لأنه الحديث ده فيه مشاكل إحنا منين بقى جبنا تصورنا كبشر من القرآن والسنة الصحيحة عن الجنة بصي آيات الجنة في القرآن محددة جدا ومفصلة كانت يعني ماتيرياليستيك بالعربي يعني مادية جدا في وصفها في مكة في سورة الرحمن كمان لا في مكة بالعمل كل السورة المكية لأنه يخاطب قوم محتاجين ده المادية الشديدة هو ما عرفش غيرها الحسية يعني أه الحاجة الحسية الملموسة وبعدين أصبحت من ده علادة عشان برضه يكون حقاني في الآيات المدنية المدنية بدأ يتكلم عن رضوانهم من الله يعني ده الأكبر في الجنة وده عظيم طبعا لكن تعالي أقولك بقى مدني أو مكة وجهة نظري يعني يعني وصفنا للجنة اللي قرناها في القرآن بدون كل القصة وسبعين وتصحى صبح بكر والحاجات دي كلها وهو فيه نص صريح حور مقصرات في الخيام لم يمسسهن لم يتمسهن انسوا خابلهم ولا جان أنا هقولك لوقتي يا مجموعة من الآيات قصدي نمش دعو بما لاحق من تخيولات العرب ساعتها عن البكارة وعن الحاجات ماناش دعو إحنا لنا النص وهو بيوصف خيال العلمي دي أفلام الخيال عيس هم لأ يعني بيطلع أفكاره في سورة حديث موضوع برحته يعني من الجانب ده إحنا تعالى نشوف كل آيات الجنة في القرآن تكلمت عن إيه هي غالبا اللي موجود في النص حياة شبه حياتنا دي حياة كاملة فيها أنساب وأزواج وفيها الحديث الصحيح اللي هي صح فيها يعني ما لعين رأت ولا أذن سمعت فيها أوصاف مثلا ربنا بيقول لا يرون فيها بردا ولا زمهرير اللي هو البرد الشديد أو يعني الزمهر طيب ولو واحد بيحب البرد ده بيحب يعيش فيه زي لندن زي كندا الغيام والغيم أنا منهم بالمناسبة مش هلاقيه في الجنة مثلا يبقى إذن نفهم من الأوصاف دي أنه كان بيتكلم عن ناس الوسط الطبيعيين هذا اللي يمنع من وجود غير ده في الجو في الأكل في الشرب يعني واحد مثلا في الجنة فيجن بكلش لحم طير مما يشتهوه بتكلم جد مش هيلاء النبات اللي يأكلوا إذن الجنة لما جيه وصفها وصفها الخط الأصلي بتاع البشر العادي اللي هو فيه الجو الطبيعي اللي هو نفسه يعيشه من غير حر أوي ولا برد أوي فيه أكل بشري في الزياء بيولوجي الحياة المثالية الحياة المثالية وفيه علاقة جسدية لأنه فيه إحساس قديم علاقة جسدية ما بين البشر بعضهم بعض ده موضوع وعلاقة جسدية ما بين رجال وحور العين بصي معناها فهم جسدية هي لعبة الحور العين فين لأن الموضوع ده أخذ في بعضه كتير أنا بس بقولك الأسس اللي أنا في نظري أنه لا يعيب أن يكون في الجنة فيزيائيا أكل أو جنس ده بقى غير بقى موضوع الجهادين والكلام ده أنا بكلمك على الفكرة من جعل الجنس عيب أصلا في خياتنا ولا حد يبقى مجنون اللي يقول كده بس ده اللي تصدرلك في التراث أو في الزهنية العامة أنه شيء ده نس وأنه لما روح الجنة ما يفعش يكون فيه جنس ليه إيه الفكرة مين لقى لكده ما يفعش يكون فيه جنس بين البشر لكن هما طول وقت بيقولك فيه جنس مع حور العين ما همين الحور العين بقى ده بس عشان يعمين برضو كالعادة الخناءة الشهيرة هنطلع بس فاصل ده يوري أطلع بس ده يوري يعني لا يلمس النساء أغمي أنه كل التراث الفقه بيتكلم عن فحولة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا في الدنيا لكن يعني خلي بالك أنه التراث ده أنه الجنة يعني شيء مكان نوراني روحاني لا أنا أصدأ أقولك أنه الزهنية دي ظهرت ضد هذه القصص الأوفر جدا عن الجنس الكتير والسبعينات والتلاتين ألف فبدأ الطيار اللي يبقى عكس ده اللي هو أنا منه لا عايزين نقاط على الفقه القديم فيرتقي لمرحلة أنه إيه ده يا جماعة ده فيش جنس أصلا فجان لأ ما هو مش قوي كده عشان أولا هو مش عيب وهو حاجة بتسعد دنيا وأخرا ربنا خلق الكتالوج بتاع البنيا ده إحنا كده يعني فإحنا مش هنبقى خلقا آخر بتاع طوال وعراض إحنا إحنا لأن أصلا الفكرة كل ربنا كان عايزوا فيها بيها أن إحنا نؤمن بيها أصلا إحنا فكرة صعبة جدا إحنا نرجع تاني بعد ما كنا تراب يعني فكرة عايزة يقين كبير طب رجعنا زي ما إحنا يعني أكل وشرب واستمتاع بالأكل واستمتاع وحتى النساء تستمتع بنا وكل الدنيا إيه بقى والنبي نحط خطة تحت الجملة دي آحا عشان الستات ليها إيه في الجن طول الوقت طول الوقت بنترح السؤال ده حاضر إنه ما هو نصيب المرأة في الجن هقول لي كان الوقت إيجابتي إيجابتي ده اكتهادي الشخص اتفضل يا فان أنا عارفة أن أنت نصير المرأة أيها طبعا إيجابة يعني مرضية أنا النقطة الأولى عشان نخلصها الجنس ليس عايبا في ذاته وليس عايبا أن يكون في الجنة لأنه ليس دنس من أصله كل اللي حصل إن الأياء تم تضخمها وكأنها هي الصورة الوحيدة اللي في الجنة لأ الجنة فيها فيها متع نفسية وحسية كثيرة جدا من أول ردوان ربنا لحد الخلود كفكرة لا يرون فيها إلا الموتة الأولى لا ده قمة المتعة كمان إنك وترى وجه ربك الكريم يعني أنه ده يعني إحنا مختلفين أوي هنشوفه بمعنى هنشوفه لا لا لكن يكفي الأنس والإيناس يعني يعني فكرة أنه بالضبط وفيها فكرة الخلود أن لا تنقطع النعمة ولا نحن نتركها نسر بها الدنيا مهما خذنا في الدنيا هيتسب شكل ما هو الجنس سر الكون كله الخليقة كلها وفيها معارف وأنساب وحب وغرام والدنيا جميلة خلاص فيش أي حاجة خالص عادي جدا حياة شبا حياة يعني واحد يكتهد أشنور طبعا فاندر اكتهد حقيقي مش بتاع الجهديين لا لما تقولي نصيب المرأة ايه في الجنة حاولك دوات حال فبس الشيوخ بقى اللي عايزين قال يعني نصر الطيار قال يعني العقلاني فيطلع يقول له مش عاف ايه هو يعيني لا هو عارف حاجة ولا هو بيبوازها أكتر لا فيها جنس طبيعي عادي جدا مين الحر العين الحر العين الرأي الأقرب للآيات أنه إعادة إنشاء يعني نفس نساء الدنيا لأنهم أصلا جميلات بما يكفي يعني المستوى الجمال خرافي في المرأة أصلا كفكرة كوجود يعني هذا المخلوق غير طبيعي غير بشري يعني ابن عربي الصوفي كان يقول أن المرأة من روح الله لأنها خلاقة غير طبيعية مخلوق مش بشري يعني فهي تكفي جمالا لوجودها أصلا فهو ربنا بيقول أنهن إنشاء يعني كأنه الكمال في هذا الجمال يعني بس وده من محاسن الدنيا أصلا الدنيا بعيدة عن الجنة من محاسن ربنا يعني من الحاجات السعيدة في الدنيا أن الستة تخلقت أصلا ده موضوع نرجع بقى لوجة نظري في مسألة النساء وما لهن في الجنة طبعا مش هكلمك على التراث شان مش هتزعلي فيه أو إزا أنا قلتها مرة في حلقة السيوتي قال لا ده مش هيخرجه من القوض أصلا ولا ليهم اختلاط وكمان في الجنة ولا ليكو حاجة المهم بصي أنا وجهة نظري في النص القرآني حتى في الدنيا وقسيها بقى على الجنة أنه في حاجة اسمها التناص يعني أنا وإنتي يدعمل حاجة واحدة بس أنا الخطاب يتوجه لنا حياء أن يوجه ليك أنت زي سوموا واسكروا الله لا أنا قصدي في الجنس بمعنى إيه هما دلوقتي مثلا في ليالي رمضان الأولى لما فرد خدي بالك من دي ففهموا هما كفهم أولي أنه شبه ديانات أخرى طول اليوم ما فيش حاجة بعد المغرب 24 ساعة فبدأوا بالأيام لحد قبل التلاتين يوم خلاص يعني كان الموضوع ده مهم ومازال مهم في الدنيا علاقة الرجل الستي يعني الجسدية فرحوا اشتكولوا للنبي قالوا له إزاي بقى فبدأوا يعملوا العلاقة من غير ما يقولوا له خلاص خلال السياة لا بعد يعني بالليل كب بس خلاص بقى يعني معهم خلاص فنزة الآيات قال ربنا قال لهم معالم الله وأنكم كنتم تختانون أنفسكم خلاص فتابع خلاص الآن باشرهن يعني بعد المغرب تمام اعملوا الله هو بيكلم مين الراجل باشر مين زوجته يعني هي كمان دخلة في هذه المتعة وهي كمان من اللي كانت مأزية جدا أنه مفيش العلاقة دي بس لما جيه قولهم يعملوا جنس ما قال ليش ست قال لي مين بس أنت على أساس الآية هتفهمي من العكس بتاعها أنه الست كمنا هتفهم العلاقة إذن الآية لما توجه للراجل حياءا فقط أنها تقول لها قومي بشري وهي لو كانت عايزة ممكن من قوتهم كانت تروح تشتكي أيضا لأنها بتقول له فين العلاقة الجنسية ده على الأرض بقى في الجنة ما هو ده نفس الخطاب أنا أصدر أقول لك الخطاب القرآني في إظهار أن الجنس إذا خطب به الجزء الأول منه معناها أن الطرف الثاني هيعمله برضه موجود ده اللي في الجنة لما وعد هم يعني الرجال بهذا الجنس اللي هم نفس نساء الدنيا هيتعامل مع مين فعايز أقول لك أن نساء الدنيا لها جنس كامل مية في المية مش لازم نفس الرجال اللي هم كانوا يعرفون في الدنيا طب وحور العين يعني إيه حور العين أرجح الأقوال فيه أقوال كتير قوي قوي فيها طبعا فيه ناس وصلت لمرحلة الهبل العقلي وقالوا الحور العين رجالة زي بعض الناس دلوقتي فطبعا ده خلل خلل حتى في اللغة لكن الحورة هي النساء لا شك لكن هي الفكرة نساء أنشئنا خلقا جديدا ما نعرفهمش ولا نساء الدنيا مع بعض التعديلات تعديلات جمالية لحسن فيه واحد تاني شيخ سريف يقال لك ده أصوما دول مستقذرات والتانين طاهرات والجودة لا الرأي اللي أنا شايفه بس ده عايز شرح تقوي في النص إنه هم نساء الدنيا مع الكمال الكمال بمعناه الكامل في جمالهم فلما ربنا يقول لهم أنتو هتو هتو هتت وأزواجهم مطهرة هي كمان هتعيش نفس العلاقة زي خطابهم في الدنيا بس من غير ما يواجه لها لأن ده ما كانش من عادات الحياة عند العرب أو عشان يبقى الجنس في القرآن دايما مغلف بطريقة يعني أنت يا سورة يوسف أولها قصة جنسية كاملة لكن اتقالت بطريقة ما تعملش أي شيء في النفس فده كان طريقة ربنا في القرآن يعني طيب عشان ننتقل للجزء الثاني عشان هتجي بينا من الجنة الفين أوه فيه قبل الجزء الثاني فيه خمس وميد بقى حاجة ممكن ندخل دي في حلقة بكرة لو أنت عايز ده سؤال إيه جنة ولا نار ولا نعمل إيه ده حياة البرزخ ما بينها الجنة والنار يعني يعني فكرة أن احنا طول الوقت مهمومين أوي بما سيحبس لنا بعد الوفاة صحيح خلاص فالناس كتير قوي بتتكلم على حياة البرزخ أو ما يسمونه حياة البرزخ وإن إحنا حننزل فتعرض علينا أعمالنا آه عزاب الأبر فنتعذب فيطلع علينا الصعوبان الأقرع آه فإحنا هنتحسب تحت ولا هنتحسب يوم الحساب ولا هنتحسب مرتين ولا إيه اللي هيحصل كل هذا الرعب من فكرة أنه البني آدم يموت فيه جسس الناس بتقعم الطيارات فيكلها سمك القرش فتتحلل اللي في الهند بيحرقوا الجسس فمبقاش فيه جسس أصلا عشان لا تتعذب ولا تتحاسب ولا وربنا بقى صحنا وتعالى يبعثها بطريقته زي ما هيبعث كل ما إحنا كلنا هنبقى التراب في الآخر صحيح ففكرة عزاب القبر ونعيم وما يحدث فيما بين الوفاة ويوم الحساب اللي هو يوم القيام حاضر هنخضره أيوم في اللي احنا قلناه ولولينا هو تنكمل ده أو نتجل بي حلقة بكرة تفضل لبي زيو تفضل فكرة وجود حرعين في الجنة لو الحر العين موجود في الجنة طب ليه الله خلق حوة لآدم طب ما كان ممكن الله يستكفي إن آدم يعيش مع حرعين بص عزيزي هو الجنة التي في الإسلام عن جنة آدم في نظري بقولكش ده الحق معايا إنه جنة ليست لجنة الخلد يعني آدم لم يكن في جنة الخلد ولما غيرت نزل ولو ما غيرتش كنا نحن نطلع كلنا على الجنة أكيد ده أكيد ده مش تصور عاقل لفكرة خلق الدني الجنة في القرآن باللغة العربية السليمة في آية بتقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله جنة يعني حقل جنة يعني حديقة محاطة بالنخل وحلوة كده في الأرض يعني في آدم كان في الأرض مجرد إنه جنة عايش فيها يعني حديقة وقال له ربنا لأن لك ألا تجوع فيها ولا تعر فقط مش إنه هو نزل في طبق فضائي من الجنة اللي في السماء نزل للأرض بعد ما غيرت والكلام ده وحكاية اهبطه فيها وخرجه منها وكده دي دي اللغة العربية السليمة لما أقولك روح من مكان لمكان أقولك اهبط منها زي ما قاله اهبطوا مصر أكيد ما كانوش نزلين من السماء لما قال سيدنا أبراين اهبطوا مصر اهبطوا يعني روحوا من بلد لبلد وإحنا الحد اللي قام في اللغاتنا العمية بنقول نازل وسط البلد رغم أنت أكيد مش نازل من السماء أنت راح من مكلمة كامس بتقول نازل وسط البلد دي اللغة العربية فآدم لم يكن في الجنة بتاعت الخلد فما كانش فيه حرعين أصلا ولا في حاجة هو هنا وقال له ما يعني ما تغلطش خليك في الجنة دي كل غلط ثم تابع علي فبدأ الصراع ربنا قال لهم في قرآن بعضكم لبعض عدو بس يا صديق الإنسان بعد ما بيموت الروح الروح هي اللي بتصعد لخليقها المعروف من الروح بتكون خالية من كل غرائز يعني حتى لو قدامها حرعين مش تعرف تتعامل معها بتعامل طبيعي تمام يعني الروح زي الملايكة اللي موجودين تمام فإزاي بعد ما الروح تصعد هتعرف تتعامل مع الحرعين ما هو الروح هتصعد ده البرزخ لكن إحنا لما على الأقل في التصور الإسلامي التصور المسيحي بيتكلم عن الملكوت اللي هو روح للأبد فالروح للأبد يلق بها في التصور المسيحي إنه ما يبقاش فيه أي غرائز لكن في التصور الإسلامي إنه الروح دي هيركب فيها الجسد تاني أو هي هتركب في الجسد تاني فالجسد بشهواته اللي هي ما فيهاش أي حاجة عيب هيعيش نفس عيشته في الدنيا أكل وحب وغرام وعلاقة جنسية بس حضراته عندي مشكلة في تأويل أو التفسيرات للآيات اللي بتتكلم حتى عن النعيم في الجنة يعني مثلا إن المتقين مفازن حضائق وعنابا وكواعب أطراب كل المفسرين يعني ناسوا كلمة إنه للمتقين إنه بتجمع الجنسين وبدأ يفسروا إنه للمتقين الرجال بس وجاءوا كواعب أطراب دي المرأة التي ناهدت أو الفتلات النهود يعني عندي مثلا نتصور مثلا طب ليه لم يطمسهن إنسوا قبلهم ولجان مثلا ليه خلى يطمسهن هما خدفوا اللغة أن يطمس دي للمرأة طب ليه ممكن أن تكون الحور عين دي أصلا حاجة تانية غير المرأة جمع البشر مع الجن بس أنا قلت لصحر العزيزة دلوقتي إن فيه احتماليات لا نهائية لتفسير لأنه مفتوح على كل الاتجاهات فكرة الحور العين على بعضها طب ليه أنا كل اللي عايز أثبته في وجهة نظري أنا أنه لا ننساق لدرجة أنه إحنا عايزين نرفض الكلام البالي بتاع التراث فنقول ده الدنيا طهرة قوي وكأن الجن سعيد كل ما أثبته أن هناك جنسا في الجنة ده لا يعيب نفسي أنا مش كنتي مع تأويل إزاي بقى إزاي بقى نحسنتي بالكواع الأطرابة الغلمان طبعا الغلمان دي يعني خطيئة كبرى وجلال كشك عملها زمان وقساءة شديدة جدا نفيه مفتوح اسمه جلال كشك عمل كتاب اسمه المسألة الجنسية للمسلم في الجنة يعني مع أني دي أوضح آية حواطر مسلم في المسألة الجنسية أوضح آية لو تكلم على الغلمان بتكلم أنه هم خدم آه لأ هم خلوها يعني واضحة جدا بقول الجلال كشك خلها كل حاجة بقى أنت فهم فالجنس العادي المعروف بين الرجال ليس عايب اللا في الدنيا ولا في الأخير طبيعي طبيعي طبعا طبعا أنت شاف الخناءة فأول بكرة نبتدي عطول بموضوع عذاب القبر اللي هو بين الحاجتين اللي الكريمنا عنهم بقى أنا كنت عايزة بس يعني إحنا انتصارنا للمرأة النهاردة وبنشكرك على طيلا أن فيه حاجة كويسة في الجنة انتصارك للمرأة فيه حاجة كويسة لا هي فكرة أنه نفي المرأة طبعا نفي المرأة من الخطاب دي حاجة غريبة جدا وهنا تنسيش أن تيه حديث محطوط كده ان انتوا أكثر أهل النار فانتوا أصلا حتى لا تروحش الجنة فأقيموا الصلاة وقاتوا الزكاة وكل ده لفظ اللغة العربية المخاطب ذكر لكن هو يقصد لتنين ده المعنى أصلا لغة عربية استثناء ظهر فيها في العرب المستعربة حكاية نول النسوة وتاء التأنيف بالتالي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف المهمة ما نبقاش منها لخالدين أبنا أبنا لا الجنة خالدين فيها تماما التانية اللي مفيهاش خلود لا دي مش هتقفل خالد مرسي يا إسلام أشكرك يا صحر نورتينا وبكرا نكمل حلقة جديدة من جد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر